أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم عضو المجلس على حاكم عجمان أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد أسمى معاني الوفاء لتخليد سيرة عطرة لقائد بدل نفسه للخير والعطاء والرحمة وحبب إلينا فعل الخيرات وزرع في قلوبنا المحبة والتسامح وفي هذا اليوم لابد أن نتذكر بكل العرفان والتقدير وبكل الفخر والتفجيل سيرة ومسيرة من رسم بجهوده المخلصة تلك اللوحة الجمالية في أبهى صور العطاء الإنساني الرفيعة وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة أنه في كل بقعة في الإمارات بل في كل نقطة من دولتنا نجد للشيخ زايد بصمة واضحة لا تخطئها العين تشهد له بالتفاني والصدق والإخلاص ولن ينسى العالم أجمعه مواقفه المشرفة وأياده البيضاء في السر والعلن وما قدمه شيخ زايد من الصعب حصره فهو مثل في كل موقع وفي كل مكان